هل جوه كل دي او بي او كل مديد تصوير في مخرج متخفي وراه او جواه نفسه يطلع او مخرج محبط او مخرج نفسه يطلع ولا دي بتختلف من حد لحده دي بتختلف انا مقدرش يعني اتكلم على كل مديد تصوير بس انا كان جوا يعني انا كان عندي كده فضول على الموضوع الاخراج وكان عندي طموح ان انا في وقت من الاوقات ابقى احكي رؤيتي انا ويبقى عندي انا اللي ماسك الدفة كاملة يعني وتحكي الحكاية من وجهة نظرك انت وانت عملت ده اعتقد كمان في الطريق كباش وفي الحاجات في مسيرة الموميات وخرجت اعلانات كتير وبقى لك مدة بتدور كمان على 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 فيلم فيلم دراما بتعمله مزبوط مزبوط هل لما تي بقى تعمل فيلم تخرج فيلم بتاعك هتبقى انت مديد تصوير برضو ولا هتجيب حد مش عارف لا فكرت طبعا يعني اه يعني في الاعلانات دلوقتي اه بصورها بنفسي الايفانت الكيميرا اللي كنت فيها بس الاعلانات يعني برضو يعني مشروع اصغر بكتير مشروع اصغر والمساحة للشغل مع ممثلين ومع عناصر اقل طبعا اقل بكتير بس برضو مش عارف اسيب نفسي اوي لحد تاني فاعتقد اعتقد يعني لسا مش متأكد ده جونه العظمة بقى هو ده ليجو جونه العظمة لا اصد دي عارف طريقتي وعارف اعرف عاملها ازاي واعتقد ان انا سريع مستحملش ان انا استنى كتير على ملحكات تتضيبط بشكل معين بس هي دمج الاتنين في الفيلم يعني هتلاقي مخرج وبطل الفيلم لكن تقريبا زمان كان في كده كان في مخرج ومدير التصوير مع بعض بس في العاصر الحديث يعني انا اعتقد يعني في تجربتي انا يعني لما تيجي ان شاء الله اعتقد ان انا هجيب حد هجيب مدير تصوير وهتذكر معي كويس قوي في الاول وتسيبه بقى يسوق بعد وغالبا هيكون حد اشتغل نوع بعض كتير يعني اشتغل معي وفاهم طريقتي وما فيش غضادة كده ان هو يسمع تعليقات على النور او توجيهات او كده لان اكيد بحكم خبرتي وعندي الرؤية بتاعت التصوير دي مش عارف اسابها بسهولة فاكيد هيبقى فيش غد توجيهة ان انا حد يبقى فاهمني ويبقى مفيش غضادة يعني ان هو يسمع تعليقات وتوجيهات وكده هيبقى هيبقى اعتقد هتبقى كده هل في نوع يعني حكاوي او حدودة معينة او جنر معين عايزه باول في المليك بالتأكيد او يعني انا جايلي شوية اروض والحياة بقى متحمس جدا في الاول وبعدين بعد اما ما عود امسك السيناريو شوية وافكر فيه بتاع حس ان انا موسيقى او انك بقلتش الورق شكر جدا شكرا بجد يعني تعظيم يا أحمد والله انا بقوله النص في الورق فقصدي يعني انا دلوقتي في رحلة البحث بتاعت الفيلم اللي هعمله هيكون اعمل ازاي احنا عادنا كزا مرة على الحاجات دي فانا تعرف ان انت بتدور لم تستقر بعد بس بتدور ومش مضطر ان انا بتدي دلوقتي يعني مش عايز ابتدي وخلاص ومش مسروع على الحاجة هو اللي هندهك وهو واللي هيكبرك انك تروح له بالضبط ويبقى شبهي يبقى شبه اللي انا عايز اقومه وشبه طريقتي وشبه يعني كل ما عايبقى الفيلم قريب منك جدا ويعبر عنك كل ما هتعرف تحكيه بشكل دقيق ومؤثر اكتر وفي اني في اني جنر يعني في دراما سسبنس ثريلر هل في حاجة معانا انت بتميل لها اخراجيا انا ميال الدراما الاجتماعية الدراما الاجتماعية اوكي يعني بنسبه لك قصة حب مسل تبقى حاجة برضو لا مش 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 قص يعني اكيد الحب يعني ده في حياتنا وفجوله وعناصرة مش لنا بتبقى يعني بس يعني حاجة اجتماعية حاجة اجتماعية يعني مش يعني اكيد مش كوميدي مع احترامي لأفلام كوميدي جدا وبستمتع وانا بتفرج عليها بس مش مش ده اللي عايز اعمله ولا اكشن اه محتاج عمل اه فيلم يخليك تفكر ويخليك تتساءل ويبقى عايش معك فترة بعد ما تشوفه ويخليك تعيد حساباتك افضل يعني ياريت قدر عمل كده